أهلا بكم من جديد تعمل مصر الجديدة ما بعد مبارك على توسيع دورها في المنطقة عبر استضافة المبعوث الأممي العربي المشترك لسوريا الأخضر الإبراهيمي ومجموعة الاتصال الرباعية التي دعا إليها الرئيس المصري محمد مرسي لحل الأزمة السورية بينما دعت موسكو إلى اتفاق طائف سوري كحل ينهي الأزمة حراك دبلوماسي مكثف لحل الأزمة السورية واختراق الجمود السياسي ووقف نزيف الدم المتبادل تحمله مبادرتين أولاها دعوة مصرية أطلقها الرئيس المصري محمد مرسي لعقد اجتماع رباعي يضم الدول التي تملك تأثيرا فعليا على مسار الأزمة وهي مصر وإيران وتركيا والسعودية والأخرى اقتراح روسي أعلنه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف من باريس بالدعوة لعقد مؤتمر يضم النظام والمعارضة وممثل الطوائف السورية على غرار مؤتمر الطائف اللبناني وبهذين الجناحين حلقت الجهود المبذولة لتحط في القاهرة حيث تمكن الرئيس المصري محمد مرسي الذي يسعى لتكريس موقعه كوسيط إقليمي من حجد دفع ملحوظ السرعة خلف مبادرة اللجنة الرباعية التي عقدت أول اجتماع لها على مستوى كبار المسؤولين تمهيدا لاجتماع على مستوى وزاري خلال الأيام المقبلة قال عن نتيجة الاجتماعات أمس الاجتماع أمس طبعا تم بين المساعدي وزير الخارجية في الدور الأربع تركيا وسعودية وإيران ومصر في الحقيقة يعني يكون هذا الاجتماع عقد في حد ذاته مؤشر إيجابي تم تبادل آراء طبعا ده كان أول اجتماع زي ما حضراتكم عارفين تم تبادل الآراء بصورة مبدئية وبصورة عامة كل طرف طرح رؤيته لكيف نتحرك في الخطوات القادمة للتحرك أما موكدانوف الذي التقى دبلوماسيين فرنسيين ومعارضين سوريين في باريس فقد دعا إلى اجتماع يضم كل ممثلي تيارات المعارضة وقوى النظام في موسكو أو في واشنطن أو نيويورك أو أي مكان آخر مع ممثلي وسلطات مختلف الطوائف من سنة وعلويين ومسيحيين وغيرهم لوضع تصور عن مستقبل البلاد وكيفية احترام مصالح جميع مكونات الشعب السوري عبر دستور الدولة في صيغة تشبه إلى حد كبير اجتماع الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية في المقابل استفاد المبعوث المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي من وجوده في القاهرة ليطلق جولته التي ستأخذه بعد أيام إلى دمشق بلقاءات مع كبار المسؤولين العرب ومنهم وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم الذي يلتقيه غدا الأربعاء قبل زيارته للعاصمة السورية ميدانيا أقدم مسلحون مناهضون للنظام السوري على إعدام أكثر من عشرين عسكريا سوريا في مدينة حلب وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المقاتلين المعارضين للنظام اختطفوا العسكريين من ثكنة للجيش السوري في هنانو في شرقية حلب خلال محاولتهم اقتحامها الأسبوع الماضي مشيرا إلى أن عملية الإعدام وقعت بين يومي الجمعة والسبت موسيقى موسيقى موسيقى